اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة تانية هنا في استاذ القاهرة من هناك الصفحة تأفلت اللعيبة عارفة ان المباراة القادمة على ملعبنا على استاذ القاهرة انها مباراة صعبة صعوبة المباراة ان النادي الاهلي لا بديل عن الفوز في هذا اللقاء النادي الاهلي ما عندوش حل غير الفوز في هذا اللقاء اما فريق الترجي لقدر الله بلعب على حظين او بلعب على حاجتين الفوز او التعادل الايجابي علشان كده بقول للعيبة النادي الاهلي المباراة صعبة وهم مدركين وهم عارفين بعد انتهاء المباراة الاولى اللي وقيمت فرادس من هناك الصفحة تأفلت الكل تركيز منذ عودة لعيب النادي الاهلي اخدوا يومين راحة والنهاردة باذن الله وانا بكلم حضراتكم الساعة تمانية هتبتدي تدريبات الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الاهلي علشان الاستعداد لمباراة الترجي المباراة المهمة خليني اوجه رسالة لجمهور النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي مش محتاج رسالة ومش محتاج كلام جمهور النادي الاهلي اللي احنا شايفينه في الشاشة دلوقتي في كل انحاء مصر وفي انحاء الوطن العربي ان شاء الله يوم السبت هتلاقوا الدعوات القلبية هتلاقوا اللاعب رقم واحد في السادة القاهرة اللاعب اللي دايماً بيكون موجود في المعاد اللي بيشجع من اول ديئة لاخر ديئة كلنا عهدنا جمهور النادي الاهلي في اللحظات الصعبة واللحظات الحلوة دايماً هو اللاعب رقم واحد دايماً بعد توفيق ربنا سبحانه وتعالى ودايماً بنقول توفيق ربنا ان توفيق ربنا بييجي في المقدمة ان اليوم ده يكون يوم حلو كرة ماشية مع اللعيبة توفيق المدير الفني مهم ثم اللاعب رقم واحد هو جمهور النادي الاهلي جمهور النادي الاهلي اللي ان شاء الله وانا بقول لحضراتكم مش محتاج رسالة هلقى اليوم ده ملحمة كروية رياضية كبيرة بالنسبة لجمهور النادي الاهلي وهو بيدعم وهو بيساند وهو بيشجع من أول ديئة لآخر ديئة لعبة النادي الاهلي دي مباراة كرة قدم كذا السيناريو ممكن يكون موجود في المباراة لو النادي الاهلي تقدم وقدر يحرز هدف دور جمهور النادي الاهلي ازاي دايما نصحصح اللاعبة في الملعب ازاي ان شاء الله نجيب الهدف التاني ونأمن المباراة لقدر الله ممكن يجي فيك هدف دور جمهور النادي الاهلي هنا دور مهم جدا ازاي أساند فرقتي أساند لعبتي ما استعجلش اللاعبة علشان كده انا حبيت أوصل رسالتي من هنا في البداية لجمهور النادي الاهلي اللي انا متأكد بنسبة مليون في المية استاد القاهرة هيكون مقفول بإذن الله يوم السبت القادم هنشوف لوحة فنية رائعة من جمهور النادي الاهلي وده عادتنا بجمهور النادي الاهلي دايما في الوقت وفي المعاد بيكون موجود مش عايزين اي حاجة تشغلنا عن التسعين ديئة من اول لحظة مع صفارة الحكم كل الوقت عايز تشجيع عايز دايما اللاعبة تبقى مفوقة ومركزة يا ريتو انا بتكلم على الهوى عايز اسمع صوت جمهور النادي الاهلي ان هي دي الرسالة اللي هتوصل للعبة بإذن الله وايضا رسالتي اللاعبة النادي الاهلي في اليوم ده العبوا علشان جمهوركم العبوا علشان ناديكم العبوا علشان قصاركم علشان كل محبين ليكم انتوا جيل عظيم اللاعبة اللي موجودة في النادي الاهلي حاليا انتوا من اعظم الاجيال اللي جات في تاريخ النادي الاهلي بالمناسبة الكلام اللي انا بقوله ده مش مجاملة ده بالارقام النهائي الخامس على التوالي النهائي الخامس على التوالي تاريخ كبير بيستطروا هذا الجيل الجيل اللي تبنى في 2019 وقطعتوا على نفسكم عهد ووعد بعد خسارة ثانداونز انكم هترجعوا واتحاربوا بكل قوة علشان جمهوركم علشان نديكم وبالفعل بنشوف بعد السنين الطويلة دي وانتوا موجودين على منصات التتويج في بطول الدوري ابطال افريقيا وفي السبر الافريقي وفي كأس العالم الاندية يوم السبت محتاج رجالة يوم السبت محتاج تركيز يوم السبت محتاج تعرفوا انتوا داخلين المباراة بكل تواضع وكل احترام لفريق الترجل كبير انكم ابطال ودايما هتكون ابطال وان شاء الله تكونوا موجودين في المعاد بقول لكم انكم بتسطروا تاريخ كبير ليكم والناديكم نتمنى ليكم ان شاء الله كل التوفيق يوم السبت القادم وهتلاقوا دايما جمهوركم جمهور النادي الاهل العظيم هتلاقوا في المعاد وراكوا طوال التسعين ديئة عايز اروح لامر تاني وامر مهم جدا العلاقات الطيبة اللي بتجمع ما بين الاهل والترجل وقلت لحضراتكم في المباراة الاولى وشوفنا الاستقبال الرائع من فريق الترجل من فريق الترجل او مجلس ادارة الترجل برئاسة الاستاذ حمد المؤدب رئيس النادي وكل اعضاء مجلس الادارة واستقبال كبير لبعثة النادي الاهلي واللكابت المحمود الخطيب والكل اعضاء مجلس الادارة المصاحبين للبعثة شوفنا استقبال رائع ده قطع الطريق على الناس اللي كانت دايما عايزة اجواء الاهلي والترجل ومصر وتونس اجواء ملتهبة اجواء خارج المستطيل الاخضر زي ما شوفناها قبل كده في 2017 كل ده قطع الطريق على الناس المغرضين وزي ما قلت لحضراتكم نفس الاستقبال اللي هيلاقيه النادي الاهلي والترحاب اللي هيلاقيه في تونس هيلاقوه واكتر من هنا ان شاء الله في مصر بلدهم التاني كابتن محمود الخطيب شك اللجنة الخطيب على رأس وفد الاهلي في استقبال بعثة الترجيء التونسي الشقيق بمطار القاهرة عقد الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي عدة اجتماعات للوقوف على كافة الترتيبات الخاصة بمباراة العودة في نهاي دوري الابطال امام الترجيء التونسي الشقيق والمحدد لها السبت المقبل باستاذ القاهرة جاء في مقادمة الاجتماع الاول والذي جاء بحضور الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي والكابتن سامير عدل المدير الاداري الفريق الاول لكرة القدم والأستاذ جمال جبر مدير الاعلام مناقشة الاستقبال الخاص بفريق الترجي التونسي عند وصوله القاهرة الاربعاء بالمناسبة فريق الترجي بكرة هيوصل ان شاء الله ساعة السابعة مساء وتحدث الكابتن محمود الخطيب عن الاستقبال بفريق الترجي الاستقبال والذي لابد ان يليق بنادي الترجي والعلاقة التاريخية التي تربطه بالنادي الاهلي على مر الاجيال وتكرر ان يكون الكابتن محمود الخطيب على رأس وفد النادي الذي سوف يستقبل فريق الترجي بمطار القاهرة وكلف رئيس النادي دكتور سعد شلبي والكابتن سمير عدلي والأستاذ جمال جبر بكافة الترتبات اللازمة وتأكيد على الترحاب بالنادي الترجي التونسي الشقيق في بلده الثاني مصر وبيتو النادي الاهلي وان يكون استقبال طيبا ويعكس العلاقة الوطيضة بين الناديين وكذلك ترحيب الجماهير التونسية في القاهرة وده من الشيء المهم زي ما شوفنا استقبال لجماهير النادي الاهلي هناك هنشوف ايضا استقبال رائعا للجماهير وحضور في استاذ القاهرة خاصة وان العلاقة التاريخية بين الاهلي والتراجي سوف تظل اكبر من نتيجة اي مباراة في كرة القدر هي دي العلاقة وهو ده بيان النادي الاهلي اللي بيعكس العلاقة الطيبة والوطيضة بين ادارات الناديين وايضا بين الجماهير زي ما شفنا حضور جمهور النادي الاهلي في ملعب رادس واستيبارة اليوم ايضا المعاملة هتكون مش بالمثل هتكون افضل كمان هنا ومن هنا من قناة النادي الاهلي بنقدم خالص التعازي للأستاذ حمد المؤدب رئيس نادي الترجع على وفاة شقيقه ربنا ان شاء الله يجعلنا اخذ الاحزان وايضا النادي الاهلي بينعي الأستاذ حمد المداب برضو وفاة شقيقه على صفحة رسمية لنادي الاهلي الاهلي يتقدم بخالص التعازي والموسائل رئيس نادي الترجع في وفاة شقيقه الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي وسادة اعضاء مجلس الادارة والادارة التنفيذية تقدمون بخالص التعازي للسيد الأستاذ حمد المؤدب رئيس نادي الترجع التنسي في وفاة المغفور له باذن الله شقيق سيادته دعين المولى عز وجل ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويدخل فسيح جناته ويلهم الاسرة الكريمة الصبر والسلوان ان لله وان اليه راجعون هي دي العلاقة هي دي العلاقة الطيبة اللي انا اتكلمنا عليها من المطش الاول واهتظل وفي الاخر دي مباراة كرة كدم نتمنى ان شاء الله فيها التوفيق اللي عب النادي الاهلي يضاروا يفرحونا يوم السبت القادم بمشية الله ايضا نروح لموضوع مهم جدا من الموضوع المهمة وهو ابن النادي الاهلي علي معلول علي معلول اللي احنا بنعتبره ابن شرعي للنادي الاهلي علي معلول اللي من اللحظة الاولى تعاقد معاها النادي الاهلي للحظة لانا بكلم حضراتكم كانت يوم مباراة الاهلي والتراجل المباراة الاولى وحصل ليه اصابة قوية فتر اكيلس واجرى العملية بالامس وكابت المحمود الخطيب زاره وكان فيه يعني دعم مهم جداً لعلي معلول علي معلول واحد من اللعيبة التاريخيين في تاريخ النادي الأهلي دي اللحظات الأولى لإصابة علي معلول ولقى مسندة كبيرة جداً من الكابت المحمود الخطيب من الجهاز الفني من كل زميل واللعبين ويا جماعة علشان الناس اللي قاعدة تتكلم على موضوع علي معلول كتير ارجعوا لتاريخ النادي الأهلي وارجعوا لكل المواقف للنادي الأهلي وإيف فيها؟ مع اللعيبة أو مع أبناءه اللي تصابوا هل النادي الأهلي تخلى في يوم من الأيام على اللعيب كان عنده في النادي الأهلي؟ حتى لو لعب مباراة حتى لو اتمرن تمرينة واحدة في ملعب مختار التيتش تخيلوا علي معلول علي معلول بتاريخه الكبير مع النادي الأهلي هل ممكن يتخلى عنه النادي الأهلي؟ أو يسيبه في محنته وقته الصعب ده؟ لا استحالة وأنا بقول لكم هنا على قناة الأهلي علي معلول أصبح معشوق من جماهير النادي الأهلي الكبيرة وكلامه الكبير عن النادي الأهلي وفترات كبيرة جداً دي اللحظات الأولى اللي كانت لإصابة علي معلول وكله شايفين محمود متولي وزميل ومحمود كهربا وهم شايلينه وهم شايلينه ودخلين بقط اللبس وليدحكك أن الإصابة جات في أول ست دقيق وبعض الناس المغرضين قالوا أصلاع علي معلول كان خاف من المباراة وأمام التراجي فكان بيهرب بيهرب هو عنده إصابة قوية زي دي تمزق في وطر أكيلس إصابة من الإصابات القوية جداً كانت جات لي جلبرتو وهو كان معانا في نهاية دور أبطال أفريقي أمام النجم الساحلي أنا فاكر المباراة دي ونزل مكانه محمد عبدالوهاب وقتها وربنا كرمنا وقتها بتلاتة صفر في استاد الكلية الحربية علشان كده علي معلول هيظل واحد من نجوم النادي الأهلي اللي بيعشقهم كل جمهور النادي الأهلي علي معلول سنة 2019 يعني من حوالي خمس سنين كان اختصنا هنا في قناة النادي الأهلي معايا شخصياً بحوار هو الحوار الفريد ليه في قناة النادي الأهلي وهو يعني واحد من اللعيبة الأوليلة جداً في كلامها دايماً تركيزه في الملعب دايماً تركيزه في المباراة والحوار ده كان حوار من القلب الحوار ده وانا اقول لحضراتكم احنا عملناه معاه كان وقت فترة كورونا في بدايتها وكانت الامور صعبة جداً كل الناس ملتزمة البيوت كلمت انا علي معلول شخصياً وقتها قلت له حابب في الفترة دي نعمل معاك لقاء لجمهور النادي الأهلي علي معلول في الوقت ده كان موجود في احدى الفنادق موجود في برج العرب ما كانش موجود في بيته في القاهرة وسألته قال لي عشان الفترة دي فيه هناك فيه جيم فيه ملعب اقدر اتمرن كل يوم بصفة مستمرة علشان مع عودة النشاط ارجع ويكون جاهز على طول ان لو اعدت في بيتها هيكون بقى فيه صعب في التنقل فاختار المكان ده شوفوا العقلية شوفوا عقلية اللعيب المحترف اللي ما شاء الله ما زال لحد الوقت بيعطي للنادي الأهلي واحد من العناصر الأساسية في تيم النادي الأهلي واحد من الركائز الأساسية ويعني ما ينفعش ما يكونش موجود في التشكيلة الأساسية للنادي الأهلي واختصنا بالحوار ده تعالوا نشوف علي معلول قال ايه عن النادي الأهلي عن جمهور النادي الأهلي عن امنياته مع النادي الأهلي ونرجع لحضراتكم نعلق على الكلام أنا أول مرة يعني افتكرت والله افتكرت أني أنا مصري مش تونسي في اللحظة دي؟ أه يعني المساعدة اللي لقيتها من جماهير النادي الأهلي حاستني أني أنا واحد منهم يعني الناس كل وقفت معايا الناس كل كلمتني الناس حتى على الفيسبوك على انستجرام يعني حاستني أني أنا ننتمي للجماهير النادي الأهلي فأنا حبيت نشكرهم على الفترة الصعبة هذه وعلى وقوفهم المساعدة الكبيرة اللي قيتها منها أنا من أول ما جيت النادي الأهلي تقريبا كل مركاته يجيني عارض ولا اثنين يعني حتى كان النادي فكر أنه بشيبيع عليه معلول لكن أنا كان عندي إيمان كبير أني أنا مش نقعد في النادي الأهلي ونوصل للمرحلة أنه النادي الأهلي ما عاش يفكر أنه بيستغنع على عليه معلول والحمد لله العرض ممكن أكبر عرض بتاع السنة اللي فاتت كان الأكبر كان أكبر للنادي والعلي معلول لكن حبي للنادي وحبي للجمهور والنادي لما تكلمنا مبعضنا كان عنده رأي أن النادي نكمل في النادي الأهلي فأنا يربطني عقد بالنادي الأهلي عقد احتراف صحيح لكن عندي عقد حب واحترام للنادي قالوا لي علي معلول مكش مش تخرج من النادي الأهلي أنا عندي عقد مع النادي لازم نكمل العقد بتاعي لآخر مدة فيه وإذا علاش لا نعود نمدد في العقد بتاعي مع النادي الأهلي خاطر الصراحة ما كان يخليك أن أنت تبدأ فرحان أنك تكون موجود فيه الصراحة يعني وإنت بيجي لك عقد ودايماً بتفكر دايماً حطط جمهور النادي الأهلي قدامك أكيد لبسك تختم حاتك في النادي الأهلي يا رب إن شاء الله سمعنا كلام تاريخي من نجم تاريخي في النادي الأهلي كابتن علي معلول وشوفه هو بيتكلم عن جمهور النادي الأهلي وهو بيقول جمهور النادي الأهلي وقف معايا بالمناسبة الفترة دي ما كانش تم اختياره لمنتخب تونس وقت البطولة اللي أقيمت هنا في مصر والمدارب كان استبعده وشاف مدعمة ومسندة كبيرة من جمهور النادي الأهلي وقتها وقال وقتها رغم استبعادي من منتخب تونس وكنت أتمنى لكن جمهور النادي الأهلي هون علي ما حستش بالحزن وقتها إن جمهور النادي الأهلي ويف معايا شافين كلامه عن النادي الأهلي وكان دايما كل سنة بيجي له عروض إنه يحترف وإنه يمشي ويسيب النادي الأهلي وبمبالغ وأرقام كبيرة لكن دايما حاطت النادي الأهلي بقول النادي الأهلي هنا أنا في مكان بسطر تاريخ فيه باخد بطولات فيه بكتب اسم كبير فيه علشان كده بقول لي علي معلول إن شاء الله بإذن الله بعد الإصابة دي وأنا عارف إنك أنت من الشخصات القوية اللي دايما بتحط لنفسك تحديات كبيرة ودايما عندك تحديات مع نفسك إن شاء الله بعد الإصابة دي هترجع وهتبقى أقوى من الأول وهترجع لمكانك الطبيعي في التشكيلة الأهلي بإذن الله في النادي الأهلي ومن هنا بنقول لك ألف سلامة يا علولو علشان ننهي الكلام عن مباراة الأهلي والترجي هديكم حتة كده من الكواليس إن فيه غضب عارم في إدارة البرامج الرياضية في التلفزيون المصري وخاصة في قسم الإخراج إيه الحكاية؟ الحكاية إن بيقال وبيتردد وده ممكن يكون بنسبة كبيرة جداً صحيح إن خلاص تم الاستقرار من الكاف على المخرج البرتغالي إخوان إنه هو يخرج مباراة الأهلي أمام الترجي يوم السبت القادم طيب الغضب العارم جي من إين؟ أولاً كان المخرج البرتغالي ده ده مفروض متعاقد مع الكاف إنه هو بيخرج المباريات والأحداث الكبيرة والنهايات المرتبطة بالاتحاد الأفريقي طيب كان فين الراجل ده في مباراة الزمالك أمام نهضة بركان في المغرب كان هو مكلف إنه هو يخرج المباراة دي لكن تمسك الجانب المغربي إن إحنا عندنا طاقم مغربي هو اللي هيخرج المباراة وهو الهين المباراة فتم الاعتذار ليه جت من الجانب المغربي خليكم بركزين معايا هنا واحدة واحدة مفروض كان هو يخرج مباراة الأهلي والترجي في تونس إنه هو مكلف من الاتحاد الأفريقي تمسك الجانب التونسي بطاقم الإخراج التونسي أبعد المخرجة البرتغال إخوان عن إخراج مباراة الأهلي أمام الترجي في تونس المباراة الثالثة أنا بكلمكم على أربع نهايات مباراة الزمالك أمام نهضة مركان الأولى ومباراة الأهلي أمام الترجي الأولى مباراة الزمالك أمام نهضة مركان التانية اللي كانت في سادة القاهرة كان أيضا هو مكلف ولكن حصل اختلاف في القيم المالية فتم استبعاده وتم الإخراج طاقم مصري مباراة الأهلي والترجي يوم السبت القادم لاتحاد الأفريقي ده فعله كل الفلوس وكل المتأخرات بتاعده بعد الغضب العارم اللي احنا شفناه في الإخراج في مباراة الزمالك ونهضة مركان وشفنا الشكل اللي ظهر به بعض اللقطات التلفزيونية اللي ما ظهرتش للناس معان المخرج مكلف انه يخرج اللقطات علشان الجماهير اللي قاعدة في البيوت وفي كل مكان علشان تتابع المباراة من هنا الاتحاد الأفريقي سوى كل الأمور المالية مع المخرج علشان يكون هو المخرج لمباراة الأهلي والترجي النهاردة حصل غضب عارم في إدارة البرامج الرياضية في التفزيون المصري ليه؟ النهاردة الجانب المغربي والجانب التونسي تمسكوا بطاقم الإخراج المحلي لكل بلد طب فين عندنا الناس هنا في مصر؟ فين الناس هنا في مصر؟ علشان مباراة الأهلي والترجي التانية احنا ما بنقولش ان يحصل مجاملة للنادي الأهلي النادي الأهلي ما بحصلوش مجاملة احنا بعاد عن الكلام ده احنا عايزين كله يكون واضح للجميع لكن الناس حقها زي ما الناس في المغرب الناس في تونس تمسكوا ان يبقى طاقم الإخراج عندهم اللي هي ان المباريات يكون محلي من البلد كنا قالوا ان احنا كنا نتمنى برضو تلفزيون المصري والناس هنا يكونوا يتمسكوا او الجانب المصري والاتحاد المصري وكل المسؤولين الناس تتمسك بطاقم الإخراج المصري خاصة ان كان الاقرب لنقل هذه المباراة واخراج هذه المباراة انه يكون ينضم للنادي الاهلي ونشيء النادي الاهلي وبراعم النادي الاهلي الخبر المفرح ان ان شاء الله يوم 25 يوم السبت القادم هتبدأ اختبارات النادي الاهلي ولما بنقول اختبارات النادي الاهلي انا عارف بيكون فيه اعداد كبيرة جدا في النادي الاهلي في مدينة نصر وبيكون فيه تحضير واستقبار رائع من كل المسؤولين هناك بدأ من الكابتن وليد سليمان كل الاداريين وطاقم الاداري كابتن محمد كابتن بادر رجب مدير الفني والنائب بتاعه كابتن محمد شوقي كابتن احمد ناجي كابتن تامر حفني كل الاداريين وكل العمال وبيكون فيه استقبار رائع علشان كده يعني بقول خبر لكل الابنائنا الصغيرين اللي حب كل واحد فيهم يلبس تشارة النادي الاهلي في يوم من الايام اختبارات النادي الاهلي ان شاء الله هتبتدي يوم السبت القادم 25 بإذن الله وتم فتح الاستمارات بالامس على فروع النادي الاهلي في فرع الجزيرة في مدينة نصر في الشيخ زايد في التجمع الخامس الاستمارات بتكون متاحة من الساعة واحدة ظهرا الى الساعة السادسة مساء نروح نقرب للحدث اكتر ومعانا على التليفون المدير الفني القطاع الناشئين بالنادي الاهلي الكابتن بادر رجب تحياتي لك يا كابتن بادر كابتن وسامة تحياتي لك وسائد بوجود معاك حبيبي جاهزين ان شاء الله لاختبارات يا كابتن بادر ان شاء الله جاهزين الاختبارات والاستيبال اللاعبين الجدد ان شاء الله يمثلوا النادي الاهلي وعلى تم استعداد وعملنا حاجات كتيرة جدا الاستيبال اللاعب الجدد اللي ان شاء الله يمثلوا النادي الاهلي كم وهو قابل اول ما بيتم الاعلان عن اختبارات النادي الاهلي يا كابتن بادر بنشوف اعداد كبيرة جدا في كل الايام من كل محافظات مصر في النادي الأهل مدينة نصر الأول التنظيم والناحية التنظيمية استقبال اللاعبين استقبال أولاء الأمور كل الكلام ده معمول حسابه طبعا النادي طبعا كابتن وسامة بيبقى على قدم الوصاق في قصة الاختبارات دي بالتحديد انت عارف بيجيلك رفوض كبيرة جدا من اللاعبين ومن أولاء الأمور وبيتابعوا الاختبارات وبالتالي ببقى فيه موجود من أول العمال والإداريين والمدربين والفنيين المسؤولين على الاختبارات بيبقى فيه لجانب تنظيمية من أول ما تخش النادي غير طبعا تقرب من النادي موجود الأدوات موجود الملاعب جاهزة كل اللاعب معليه ان هو يجي يشرف ان شاء الله ويبقى موجود في النادي الأهلي وان شاء الله بنوعدهم كالعادة في وجود النادي الأهلي ان العدلة هي الأساس باختيار اللاعبة وليس الوسائد كما يشاع من قبل دي رسالة مهمة جدا عشان نقطع الطريق على أي حد بيتكلم ده كابتن بدر بنفسه موجود وعمل لجان في كل الاختبارات وفي كل الأيام وفي كل الملاعب متواجد الكابتن بدر بنفسه وكابتن محمد شوي وكابتن تامر حيفني كمان عندنا يا كابتن أسامة تم اللجان للاختبارات فيه تلات مدربين موجودين عشان يبقوا يتعمل اتنين لواحد كويس بالنسبة لللاعب وأنا وكابتن شوي وكابتن تامر موجودين جوة الاختبارات مع كل اللجان من أول لجنة لآخر لجنة منغطيها وكل العب وكل المتسن بياخد وقته في الاختبارات عشان ما حدش هو لك ما شافوش وعاديين بيتكلموا مع بعض غير مسموح من المدرب اللي هو لازم يتابع اللعب اللي موجودة في الملعب حوالي من بوجودنا أنا وكابتن شوي وكابتن تامر يعني اللجنة فيها أعتبر فيها ست المدربين بيختاروا اللاعب يمثل النادي الآلي فإن شاء الله تبقى كل حاجة ميسرة لللاعب إنه هو يقدر في الملعب بس عايزة واجهة بس لسالة كابتن أسامة الأولى الأمور سيب ابنك يلعب وتأكد إن انت فيه الأمينة جدا عليه ومش عايدة تضغط ابنك أثناء الاختبار وانت جايد عشان يختبر اعمل ويسوي وما تبصيش لحد ويجيب جوال العبرة ليسة بالاختيارات بأن انت جيب جوال في معايير إحنا بنختار عليها من أول الست سنين لغاية وثمان كل سن لي معايير بنختار عليها فمش عايزين نضغط الواقع للصغير ده ونشحنه وينزل مضغوط فما يقديش خليه كأنه بيلعب جنب البيت هو مش جاي اختبار احنا مش جاي منه اختبار احنا جاي بينه ننطقي لعيب اتمثل النادي الاهلي بالتبعية اتمثل منطقة بمطر بعد كده ان شاء الله كابتن بادر تم الاعلان عن الاعمار السنية بدأ من 2008 ل2019 و2019 ده يعني برضو انت بتكلم في ولد خمس سنين هل هيكون مدرك الاختبارات واني يروح يختبر في نادي والكلام ده ولا ولا انت يعني ايه الفكرة من 2019 مرضو عايز اسمع رأيك على الهو نمر واحد احنا عندنا اه الولد ده في السن ده بيبقى عنده اه حب لكورة كويس طب نشجع ان احنا يبقى عندنا لعيبة في السن ده تحب النادي نمر واحد بتيجي تحب النادي من صغرها وتبقى ولقها للنادي الاهلي نعم نمر واحد مكرر بيقول اللعيب اللي عنده سنس بول سنس بول كيفية التعامل مع الكورة بب ده بنختاره وبنجذبه ويبقى من ضمن قلعة النادي الاهلي اللعيبة كلها اللي موجودة والمداربين اللي موجودين كل شغلهم الشغل انه هم ينطقوا مويبة لنادي الاهلي او لعيب حييجي منه بان المواهب انتعارف بتنظر في العمار السفنان الصغيرة شوية لكن اللعيب اللي حييجي منه احنا بناخده بنشتجل معه عشان يبقى لعيب يمثل النادي الاهلي ويمثل المتخف مصر بعد كده طب ال2019 دول مفروض تجاهز لهم البنبوني زي السنة الفاتف جاهزت ولا المداربين هياكلوه منك المشكلة ان يتين مداربين يا كابتن وسامة زي كاتر رب عبا عزيز كالي البنبوني بتاع الولادة كانوا مسك العلم اه هو لمسك العلم اه فكالي البنبوني فانا استنادي بقى انا اللي حوزع بناتك ان شاء الله بنفسك احسن اه عشان اضمن ان كل واحد خد حقه يعني سواء في البنبوني او في مدة اختبار او في ان هو يبقى ان شاء الله اه ما يقلقشي ولد صغير اه بيحب القورة بيحب النادي جاي عايز يستمتع باليوم ده سواء اختبار او انتقاء وبالتالي بماشي حابب النادي الاه ان شاء الله ونحن نحن ندور عليه ان شاء الله هنكون معاكم ان شاء الله في حلقة برضو زي الاختبارات اللي فاتت وهنسجل كله من ارض الملعب ووقت الاختبارات وهنغطي الحدث المهم ده بازن الله تشرف طبعا كابتن سامة على رصنا وقنات النادي الاه دي قناتنا الجميلة وبتبقى الناس شايفة الاحداث الناس الناس هدهبت بقى تعبانة جدا علشان تجيب لعيب يمثل النادي الاه الاختبارات دي مش معمولة الا ان احنا ننتقلها بدون اي اغراض بعد كده مفيش اغراض احنا اغراضنا الاساسي وهدفنا الاساسي في النادي الاه ان احنا نختار لعيب يمثل النادي فيما بعض يحيينا ربنا يطلع يلعب درج اول عن كون موجودين او نكون ودعنا يعني لكن احنا في الاساس جايين عشان نختار العيد للنادي الاه تمام بنبركلك على بطولة 2003 شفنا كلام كتير فيها وضغيج و ومن البطل ولكن النادي الاهلي وقتها هلتزم الصمت النادي الاهلي عارف شغال ازاي كنا احنا الافضل طوال الموسم اه نادي ام بيقدم شكوى في لاعب والنادي الاهلي تقدم شكوى بدون ذكر اسماء اللاعبين اتحاد الكرة حفظ الشكوى هنا وهنا واعلن بالامس ان النادي الاهلي بطلا لدوري 2003 كابتن ونسامة بتتكلم على فريق متصدر البطولة من اول مصر اخر مصر اي فريق عجبين وثلاثة متصدر البطولة من اول مباراة لاخر مباراة والنادي الاهلي ما بيخشش في قضايا قطرانة احنا ما عندناش وقت للمهاترات وان احنا نخش في جدال احنا مش طرق فيه احنا منين ما بدينا الاول السنة لاخر السنة واحنا لك بين الجدوى الاول اه وانا قلت الكلام ده في المداخلة قبل كده احنا ابطال الجمهورية اتزعل كان على خسارة مباراة وليس الا وده اللي اتحقق وده اللي موقود بدون اي تدخلات تحت الكرة له الفيطل الاول والاخير في ان يدي الناس حقها والنادي الاهلي مش حققه حاجة مش حققه فده اللي عمر النادي الاهلي ما دخل فيه اي معركة عشان ياخد حق مش حققه بالعكس احنا اتعاد بنتغادر وبنتسهل في عاجات ممكن لو حاربنا عليها ناخدها لكن احنا ما بنخشش في محاربة مع حد كل الانبية اه احباب بالنسبانا كل الكطاعات الماشئين على كتنا بيومة علاقة جيدة جدا ولكن يبقى الاهلي هو الرمز لمصر والافريقيا ان شاء الله ان شاء الله كابتن بادر نسبة رضاقة عن الموسم المنتهي ايه ما شاء الله يعني احنا بنتكلم على خمس بطولات جمهورية وكانت بطولات قوية بطولات دوري ممتاز النادي الاهلي حصد بطولة 2007 حصد بطولة 2003 فبنتكلم خد بطولتين من الخمسة بنشوف انبي خد بطولة بنشوف نادي يعني مش متذكر من بقيت الاندية اللي اخذت البطولات لو معايا الناس في الاعداد تقول لي دلوقتي عشان نقول لي كابتن بدر لكن انا شايف نسبة جيدة للنادي الاهلي وانت بتتكلم على بطولات قوية بالنسبة لبطولة الجمهورية خلينا ولك كابتن وثامل احنا مبنرضاش على الادانة باي حال من الاحوال تملم لصطلع للاحسن تمام وده قدر النادي الاهلي ان انت بطل اما بتخسر بطولة وتبقى دعلان انك بترب ناشئ ازاي من صغره ويبقى راعي بطولة ويبقى صاحب بطولة عشان يبدأ حتى ما يدعى الفيدي الاول يعرف يعني ايه بطولة عشان كده النادي الاهلي عنده روح وعنده قلب يلعب به عشان يدافع عن مدينة يدافع عن مدينة واندافع عن مصر لان ازاي ما قلت لك ان اغلبية النادي الاهلي بتمثل منتخب مصر فما بيجي يلعب ببعائز بطولة لانه يتربع لها من الصغر الاداء بالنسبة لاداء مرضي في الفترة اللي انا اشتغلت فيها يعني ولكن لسه عندنا شغل كتير كابتن السامة هنعمله وعندنا شغل كتير مستنين واحنا قد المسئولية ده انا كابتننا كابتن مصر وكابتن العظيم الكابتن محمود الخطيب ولجنة الكورة ومجرس ادارة النادي الاهلي ان شاء الله لدي حصن ظنهم ونعمل اللي يردي النادي الاهلي ونعمل بطولات كتيرة جدا في العام القادمة لندي الاهلي وقبل كل ده نعمل لعيب لفريق الاول وده الهدف الاتمة والاعلة وده الهام قالولي دي لقتي في فريق الاعداد ناتي الاهلي اخذ بطولتين فريق زيد اخذ بطولة وايضا فريق ام بي اخذ بطولة ناهنا النادي الوحيدة كابتن عثمان اللي خدنا بطولتين ومش راضيين ان احنا خدنا بطولتين بس ما هو ده قدر النادي الاهلي عايز يكتسح كل البطولات ان شاء الله طوعدك ان في بطولة جاية في السك انا عارف يعني ان شاء الله بامر الله ان شاء الله خليها ايه مفاجأ وقتها هنعلن عنها ان شاء الله ونبقى اول برنامج برضو بنعلن عن البطولة التالتة للنادي الاهلي باذن الله ان شاء الله في النادي تعلن ان شاء الله زي ما اعلنت كده على بطولة 2003 ان شاء الله ما ينفعش الكابتن بقدر يكون موجود معنا وما نسألوش عن المباراة المهمة والمرتاقبة يوم السبت القادم انا عارف اتبقى انت مشغول الصبح في الاختبارات واهمية الاختبارات وبالليلها تتابع اكيد مباراة الاهلي والترجي شاف المباراة ازاي كابتن بدر مباراة مهمة فريق الترجي فريق محترم بتلعب وسط جمهورك لكن لازم نحترم فريق الترجي بشكل كبير اكيد كابتن وسامة طبعا النادي الاهلي نادي كبير وسيد افريقيا ودعينها ونادي الترجي صاحب اعلى بطولات بعد النادي الاهلي في افريقيا فالمباراة تبقى قوية جدا بين الترفين وان كان النسبة الادبر ان شاء الله تبقى نادينا بحكم المباراة ملعبنا وفوز جمهورنا ان شاء الله وانا عندي سيقاب بلا جدا 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 في العبت النادي الاهلي وفونت القرى ان هم يديروا مباراة على اعلى مستوى ان شاء الله انت بهنيك بعد المباراة ان النادي الاهلي حيبى بطل افريقيا بأمر الله باذن الله كابتن بدر رجب المدير الفني لفتاع النشيب النادي الاهلي بنشكرك شكرا جزيا كانت مداخلة مهمة علشان يوضح يعني الاختبارات يوم 25 وبرضو كانت رسالة مهمة لأولياء الامور علشان سيب ابنك يتبسط ويلعب براحته بلاش تعليمات أولياء الامور قبل يعني الاختبارات مباشرة نروح لفاصل سريع وبعد الفاصل لعبة فريق 2008 حمزة دجوي ومهند الشامي ولكن بعد الفاصل أهلا بحضراتكم من جديد برحب بضيوفي لعبة فريق 2008 اتنين من النجوم إن شاء الله اللي بينتظرهم مستقبل كبير مع النادي الاهلي نرحب في البداية بمهند الشامي من أورياء يا كابتن مهند نورك كابتن أخبرك إيه؟ الحمد لله شرف لي اللي أنا عاد مع حضرتك أهلا أول مرة في قناة لأهلي آه الحمد لله أيضا معنا مدافع فريق 2008 حمزة الدجوي من أوري حمزة حبيب يا كابتن بنورك أخبرك إيه؟ الحمد لله والله كله طمان أول مرة في قناة لأهلي؟ آه إن شاء الله مرة الجاة إن شاء الله تكونوا إيه نصدوكوا إيه نصدوكوا إيه في الدرجة الأولى بإذن الله إن شاء الله طيب نبتدي مع مهند بقى لك كم سنة في النادي الاهلي يا مهند بقى لي سبع سنين الحمد لله عايزك تعرف الناس بنفسك يعني مركزك بقى لك كم سنة في النادي الاهلي مين اللي جابك النادي الاهلي؟ أنا بقى لي سبع سنين في النادي الأهلي كابتن هشام جعفر اختارني في الاختبارات وبعدين كملت سنتين مع كابتن عسام صلاح وبعدين الكابتن أحمد صديق جاه أخذنا سنة معها أخذنا الدور فيها وبعدين كان قبلها كابتن أسامة سبزك أخذنا الدور برضا وبعدها كابتن علاء وبعدين فترة دي كانت فيه لغبطة فمسكنا مدربين أو ثلاثة في السنة كابتن تامر طلعت وكابتن تامر حاسم وبعدها دلوقتي مع كابتن بايوم كابتن بايوم قولي فريق الفن والتباني ما شاء الله هو فريق من الفرق الجيدة في النادي الأهلي وفيها مواب مين المدرب في المسيرة كده عندما تتكلم يعني علم معاك وتعلمت منه كتير الله كلهم كل واحد كل مدرب بأخذ منه خبرة كل مدرب بأخذ منه معلومة كلهم أصرف فيها وخدت من كل واحد معلومة بس تمام حمزة عايزك تعرف الناس بنفسك برضو أنا حمزة الدجوي ومركزي سير دباك وصاحب بلعب ستة وبقالي في النادي الأهلي خمس سنين خطة طبعا عن طريق الاختبارات واللي اخترني كان كابتن جمل السيد وكان ساعتها اللي مساعتنا كابتن عصام صلاح كابتن عصام صلاح طيب يعني مين برضو المدرب اللي تعلمت منه كتير في المشورة في الخمس سنين مع النادي الأهلي والله أنا كلهم اتعلمت منهم طبعا كلهم يدوني حاجة مميزة بتعلمنا منهم حاجات كتيرة وكله يعني أصر فينا وكان بيقول لنا معلومات فادتنا طبعا في المسيرة اللي احنا فيها مهند ما شاء الله في المشورة الدوري في 2008 عايزك تكلمني برضو يعني ايه المباراة الصعبة اللي كانت معا عندكم في الدوري اكيد الزمالك عشان ماتش ديربي وماتش جمهوري واحنا باخدين سكة زيادة عايزين نكسب عايزين نشرف القطاع عايزين نشرف النادي الأهلي المباراة بتكون في الزمالك ولا المباراة اللي بتبقى عندكم في ثمانية نصر ولا الماتشين الماتشين اصلا من بعض طبعا يعني الدينا بتعملوا حساب للمباراة الزمالك بناخد المباراتين بنفس الروح بنفس السكة بنفس الأداء بنفس كل حاجة عشان المكسب النادي الأعلم ربنا على المكسب على طول تمام السنة دي برضو كان فيه المباراة الأخيرة وإحنا بنزيع مباراة الأهلي والمولين كانت ألفين واسبعة انتوا الاتنين اللي عبتوا فيها بدأنا إحنا الاتنين الحمد لله لعبنا تسعين ديئة وقدنا بأداء كويس وأنا كنت سبب في أسست عملت الهدف الكمب العرضية فتحت الماتش وحمد لله نحمد الشيخ الحمد لله قدنا أداء كويس لحد ديئة تسعين وخدنا البطولة الثاني مرة مع عالفين واسبعة حمد لله تمام شعوركو إيه بقى لما كابتون السنة ماذاك يجبكو وقالوكم الصعاد وموجودين كمان في تشكيلها السيدة الحمد لله التاني سنة عالتولين الصعاد مع الفين وسبعة والتاني سنة ناخد البطولة معهم الحمد لله كنا اخدنا السكة من قبلها كابتن باذر وكابتن محمد شوقي وكابتن وليد كانوا بديننا السكة والحمد لله قدنا وعملنا اللي علانة وشرفناهم بص اللغطات معنا يا مهند وانت بتتكلم دي انت مركزك طبعا باكلفت دي بعض اللغطات لك في مطشط الدوري صح كده ايه قل لي كده وإحنا بنعرض اللغطات تكلمنا بقى اللي عطادي كانت في مبارات ايه ده السست اللي بلال عطية اه في مطشي الاسماعيلي اسماعيلي انتوا كسبتوه في مدية نصر كسبناها اربعة اربعة اه وكسبتوا اسماعيلي في اسماعيلية ستة ستة يعني المطشي المجموع معاشر ايه طيب كلمنك ده كان الهدف ده كان في مبارات ايه مطشي اسوان مضرب الجزاء اه انت المتخصص ولا بلال عطية كواكن فاولي السنة بلال اما اه اما الصابق ايه الهدف الحلو ده انت كمان في الكرات السابتة اه كرات السابتة اه كان ده كان مطشي لبيلنا في هناك عندهم اه كان مطشي صعب اه كنا كذبين واحد صفر كنا محتاجين الهدف ده عشان نستريح وكده اه الحمد لله ربنا وفعني وجبت الجود عايزين يا جزار نعرض الهدف ده تاني يعني هدف من الهدف الحلوة خاصة ان الكرات السابتة تتمرنوا على الكرات السابتة دي؟ آه كابتن بايومي قبل كل ماتش وكابتن ويل بيأخذونا ناس معينة تنفذ الخطط وجمل دايما بعد بايومي تراي ماتش كان نفذ جمل ويحفزونا والحمد لله بنشتغل فيه فعال هدف معين حطيتها حلوة في زاوية اللي وراء الحيطة وراءها وشاف اللعيبة كمان والفرحة ولكن انت راح تحتفل معنا كابتن بايومي كابتن بايومي والجهاز الفني حمزة كان شعورك ايه برضو لما لعبت مع الفريق الفين وسبعة وانت متصاعد وانت فريق الفين وتمانية وكابتن السامة بياخدك وبتلعب اساسي وكمان بتصنع هدف مهم جدا لأحمد الشيخ في بداية المباراة طبعا كان شعور حلو قوي وكان طبعا كان علاية مسؤولية ان انا ارفع رأس كابتن السامة زكي انه هو بيين واباين للناس اللي هو مش مساعدني اي حاجة الحمد لله عملتها والأسيست لأحمد الشيخ وفتحنا المتش وجبنا الجؤون التالت التاني والتالت والحمد لله خدنا البطولة ده من لقطات الحبل انت متنساش طب قل لي لما عرفتوا ان المباراة مزاعة وده يعتبر يعني اول مرة نزعلكوا وانتوا الصعادتوا احنا مزعناش لأفين وتمانية السنة الجاة ان شاء الله هنزعلكوا مباراة كتير لكن كنا مزع لأفين وتسابعة شعورك بقى وانت ثين وتمانية ومتصعدنا وتسابعة والمباراة مزاعة وانت مركز ومعنا المباراة كمان هن تفضل طبعا كان شعور حلو يعني يعني اول ما عرفت ان المباراة مزاعة ده الهدف معنا اللي انت صنعته صاح كده كانت كرة سابتة ولفيته وعملتها بيشمالك حلوة اوي صاح تفضل ده جون كنا باللعب مباراة ودي وماتش العولة وشطاة وحمد لله جاء جوا ماشا الله ده هدف من الهداف الحلوة يعني كمان انت رجليك تقيلة كمان اه الحمد لله وده جون في امبي كالضرب الجزاء ده كان اول جون نجي جبناه يعني لما مدافع ويسجل بتبقى برضو حلوة اه انا الحمد لله مسجل في الدوري ست جوان ست جوان ونت بتلعب مساك ورا مدافع بتبقى كرات سابتة ولا ضربات ولا ضربات الجزاء بتبقى كرات سابتة وطبعا يعني منهم شوية طبعا مهند هو اللي بيعملهم لي اه فبسجل جوة يعني بتبقى تطلع ده شفت هدف محمد عبد المنعم في ناء افريكا السنة اللي فاتت امام الوداد شفت الكرة السابتة لما طلعها ولعبها اه محمد عبد المنعم طبعا لعيب كبير وآه بيكسب الاهل بطلاق كتيرة اه وانا طبعا بتعلم منه وهو مسألة العادة محمد عبد المنعم اه محمد عبد المنعم واسم محمد منك خلبك هو يعني يعتبر برضو في قطاع النشيف النادي الاهلي وكان زيكو طلعوا واحد من الابناء النادي الاهلي محمد يا كابتن مهند علي معلول ربنا رجالنا بالسلام بإذن الله كذوتي اه بتحب علي معلول اه طبعا بتعلم منه وبجيب في ذاتها لطيوب بتعلم منه اه كذوتي طبعا ابرز الحاجات اللي انت بتعجبك او بتتقعد عشان تتابع علي معلول فيها الكروسة طبعا كروسة العرضية ان شاء الله ربنا رجالنا بالسلامة ويرجع احسن من الاول ان شاء الله بإذن الله شاف اداء علي معلول مع السنين الطويلة مع النادي الاهلي ازاي اه ما شاء الله حاجة عالية جدا احسن باكليفت في افريقيا مم ما شاء الله ربنا يحميه ويرجعونا بالسلامة ان شاء الله ان شاء الله اكتر حاجة غير التوتيب العرضية بس عيس حاجة تانية ايه اللي بيعجبك في علي معلول تاني اللعب خطير كده الهجوم بتاعه في النواح الهجومية لعيب خطير كده تخاف منه مفتاح حجوم اه بحلو لما يكون الباك ليفتة والباك رايت مفتاح حجوم الفرقته ايه طبعا اه كي وده الحاجات اللي انا بتعلمها منه النواح الهجومية الحمد لله صنع واحد وعشرين جن في الجمهورية السنة دي في الدول ما شاء الله خمسة جوان الحمد لله بتبقى كلها يعني كرات سابتة ولا بتبقى كرات متحركة ولا معظمهم كرات سابتة ومعظمهم كرات متحركة وكان حمزة عايزة اتكلمك عن منتخب مصر الناشئية وانت واحد من الجيل اللي موجود مع الكابتين احمد الكاس والحمد لله واخدت بجولة شمال افريقيا كان موجود تونس المغرب الجزائر ليبيا وكانت بطولة قوية وانت واحد برضو من العناصر الاسية الموجودة في المنتجة الحمد لله احنا استعدنا بالبطولة دي قبل البطولة دي بشكل كويس كان اخر معسكر كان قبل البطولة بخمس ايام استعدنا في المعسكر كويس طبعاووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو يعني أنت لعب أساسي في منتخب ده أمام منتخب تونس؟ آه الحمد لله صحيح تونس انتهى كم كم؟ تونس انتهى واحد 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 آه وعلى مطاقة ده كان بداية أول مش أول مباراة آه إحنا ما كان نشالها ده بتاعنا كان أحسن حاجة في المتش دولي رهبت أول مباراة دولية آه أول متش دولي فما كنش أحسن حاجة بس حمد لله قدرنا اللي إحنا نجيب جون التعادل كويس وخرجنا الحمد لله بنتجي كويس يعني من المتش ده وقدنا أداء كويس في الآخر حل المباراة الثانية كانت أمام مين؟ المباراة الثانية كانت ضد ليبيا آه كانت ضد ليبيا طبعاً المتش ليبيا يعني كان يعني إحنا كنا فاكرين اللي هو سهل بس طبعاً كابتان عامد الكاس كان بيقول لنا لأ أم حد يعني ما نستهزلش بأي فرقة وطبعاً زي ما هو قال المتش كان صعب إحنا بدأنا المتش جبنا أول جون بعدها هدينا شوية فكابتان عامد الكاس في نص الشوت قال لنا اللي احنا بنعمله ده غلط وممكن اللي احنا يدخل في ناجون طبعاً كان كلامه صح ودخل في ناجون وطبعاً فدلنا نعافر لحد آخر بديئة وحمد لله وأجبنا جون في بديئة تسعين وكسبنا المتش كسبت المتش التاني أمام ليبيا 2 واحد مباراة الثالثة؟ مباراة الثالثة دعم كان متش المغرب وده كان بالنسبة لنا أهم متش آه وحمد لله نزلنا المتش وكسبنا تلتة واحد وقدنا بديئة كويس ده يعتبر أحسن متش والمباراة الأخيرة أمام الجزائر مباراة الأخيرة كان أمام الجزائر تعادلتوا فيها؟ آه تعادلنا فيها وكان برضو الأجواء كانت صعبة لأن كان فيه جمهور آه وكان احنا ما قدمناش أي حاجة غير أن احنا لما نكسب لما نتعادل بس هم كانوا بيلعبوا على الفوز طبعاً كان ماتش صعبة بس حمد لله قدنا بديئة كويس وتعادلنا واحد واحد وحمد لله خدنا البطول شعورك بقى وانت لعيب دولي وأنا عرفت أن مهند كمان إن شاء الله يعني شابتنا أحمد الكاس تابع مباراة الأهلي والمؤولين اللي كانت في نهاية الدولة مع الفين وسبعة ويعني أعجب بأداء مهند وهيضمه كمان المعسكر جاء إن شاء الله لمنتخب مصر النشيل شعورك بقى وانت لعيب أصبحت لعيب دولي بتمثل منتخب مصر تلبس تشيرت منتخب مصر وكمان بتاخد بطول طبعا شعور حلو يعني شعور حلو قوي بالنسبة لي ضفت حاجة يعني في المسيرة اللي أنا لسه إن شاء الله يعني بأبدأها كويس الحمد لله بنلعب طبعا يعني لما بلبس طبعا شعورت منتخب مصر بتابع حاجة غير لإن أنا بلعب لبلدي وبيتفرج علاء ناس كتيرة كويس وإن أنا لازم أشرف بلدي بإذن الله ربنا وفاك حبس مهند إن شاء الله سبع سنين في نادل أهلي قول لي بقى أبرز الحاجات اللي إنت تعلمتها جوا نادل أهلي في السبع سنين تعلمت إن الأهلي ما ينفعش يخسر الأهلي تشيرت لابس تشيرت أحمر لون الدم أقاتل لحد التسعين ديئة ومكسب طبعا ونلعب بالروح الفللنا بس تنين الحظ دايما بلعب على المكسب لا ما فيش خسارة تمنين يا مهند من دوميوات دوميوات أخبار من شابك إيه الحمد لله ناس بالضوميات أحب أشكر الكابتن كبير كابتن ساميح بلبولة هو هو اللي جابك من دوميوات لأهلي أه أحب أشكره كان بدقة المسيرة معاه أحب أشكره كان أقدم لك كتير أه كابتن ساميح شاف الهدف بتاعك هنا مخلقنا دا كل جاب دا الهدف هدف من الهدف الحلقة دي كان في مباراة ودي دجلة ودي دجلة سنة كابتن أحمد صديق أه رجليك تقيلة برضو بتشوت احنا طب احكي لنا الهدف دا وجسيته وإن اللي خليك ضامن كده في قلب الملعب يعني أنت مفروض أنت بتلعب باك تلعب عطار ولا أنت كنت بتلعب في مركز تاني لا كنت بتلعب باك الماتش كان دايق ومالعب دايق أنا خدت القرار قبل ما كرة تجيلي اللي أنا أخش وأخدت اتنين في داري وهو أشور الحمد لله ربنا وفقني وجبتك وجبتك تاني في الماتش في الماتش دا جبت هدفين طيب احكي لنا الهدف التاني دا جيز ازاي دا سقطت في البعيدة هدف من الهدف الحلو أصدها ولا ألش لا أصدها يعني أنت مش عاملة عرضين لا لا عرضينك هتتلف طيب عايزين نشوف الهدف الحلو دي كرة سبت طبعا متفين عليها تلعبت عملت أنك ترفع فيها صح بدل الاستاذ ورقصت دخلت ورفع عينك انت شايت من هنا اه لا يعني وضع القدم وانت بتحط رجلك لا انت مش حاطف بطن رجلك انت شايت كمان ماشاء الله ربيرتو كارز جديد يعني ان شاء الله حمزة عايز برضو يعني أعرف أبرز الحاجات اللي انت تعلمتها في النادي الأهلي قبل أن تروح منتخب مصر كي تفي حاجات تعلمتها في النادي الأهلي يعني هتضيف لك وانت موجود في النادي الأهلي تعلمت طبعا حاجات كتيرة من النادي الأهلي تعلمتها الروح والثقة واللي احنا هنلعب لآخر دقيقة احنا الجن بيجي في ثانية وطبعا احنا بنلعب على المكسب واهم حاجة طبعا احنا بنلعب عشان الجمهور جمهور اللي بجاي بره ده من آخر الدنيا وبيبسايب إخواتنا وأهلينا عشان يجوا يتفرجوا علينا فطبعا ما ينفعش نخرجهم من الماتشز علانين فبنلعب طبعا على دي والحمد لله تمام عايز برضو أعرف دور الكابتن بادر أجب معاك وهو دايما على طول متواجد معاك وموجود في النادي يعني أبرز الحاجات والتعلمات اللي بيورهاكو الكابتن بادر محمد الكابتن بادر يعتبر الأب الروح بتاعي بيديني الثقة في كل حاجة بيتكلم معاك على طول؟ آه بيتكلم معايا بيتكلم معايا ما طلعت الفينوسة بقى اللي ما تخافش لازم كون عندك ثقة لازم لازم تشرفني الحمد لله شرفته وشرفت الكابتن محمد شاءو إيه واخدت البطولة مع الفينوسة الحمد لله تمام برضو نفس الكلام طبعا الكابتن بادر أجب طبعا زي موهند مخاصة كمان الماتش بتاع الفينوسة لما لعبتم تصعدين أكيد كان ليه كلام معاك وحوار أبي المباراة بيديكو ثقة طبعا الكابتن بادر أجب زي موهند قال هو كأبونا التاني وبيتكلم معنا طبعا في الماتشات كتيرة سعب بيأخذنا لوحدنا وبيتكلم معنا على الثقة وطبعا كابتن محمد شاءو كابتن مدر أجب كان سبب اللي إحنا نتصعد اللي إحنا نتصعد في الماتش وعندهم ثقة فينا عشان كده بدأونا السيين والحمد لله رفعنا رأسه ورافعنا كابتن وسمة زكي وخدنا البطولة الحمد لله تمام أخيرا حمزة طموحاتك مع ناد الأحلي طموحاتي طبعا أننا هتصعد فريستيم والعب فريستيم إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله أخذ أفريقيا وصعد الفريستيم إن شاء الله مع ناد الأحلي ونوصل كاسعالم كمان إن شاء الله بإذن الله شرفتنا ونورتنا مهارب شرفتنا ونورتنا حاجة أخيرة بس عايز أقولها عايز أشكر طبعا والدي ووالدتي اللي هم وقفوا معايا في داري وهم اللي وصلوني للحتة اللي أنا فيها هايدي أنا عارف قال لأنا لسه ما حملتش حاجة بس طبعا طول المسيرة اللي أنا كنت فيها ده وهم كانوا وقفين في داري وحب أشكرهم ويا رب يديهم طولة العمر إن شاء الله بإذن الله أحب أشكر والديتي بقالة سبع سنين معايا بابايا معايا على الطريق أربع ساعة رايح أربع ساعة جاية صفر على كل جميات القاهرة أحب أشكرهم جدا جدا معايا من أول الطريق ما سابونيش لحظة دايما بيدعموني وبيدينوا السكة وحب أشكر حسن معايا برضو من أول الطريق ويا رب يديهمهم في حياتي كده باشكر ضيوفي حمزة ديجو مهند الشامي ونروح لفاصل سريع بعد الفاصل للأستاذ أيمن جيل بيرتو علشان تحليل فني مفصل عن مباراة الأهلي والتراجل قادمة لا تكون في أستاذ القاهرة يوم السبت القادم أهلا بحضراتكم من جديد والفقرة الحوارية الثانية مع محلق القناة النادي الأهلي للأستاذ أيمن جيل بيرتو من أورنا أستاذ أيمن كابتن أسامة نور نورك أخبارك إيه؟ نجهزينا الشغل النهاردة رائع عن فريق الآء التراجي والمباراة القادمة لكن قبل ما نتكلم عن المباراة القادمة المباراة المهمة والمرتقبة خلينا نروح للجزيرة ملعب مختار التيتشوز مننا فروس صلاح اللي هيطمننا على فريق النادي الأهلي اللي استأنف تدريباته اليوم في تمام الساعة الثامنة تحياتي لك فروس وتحياتي في الأستاذ أيمن جيل بيرتو برحب بيك كابتننا الكبير الكابتن أسامة حسني وبرحب طبعا بالزميل العزيز أيمن جيل بيرتو وبرحب بكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشة تقناة النادي الألي في كل مكان ابتدت ساعة الجد خلاصة كابتن أسامة والاستعداد لمباراة الترجي بعد الراحل منحها مستر راكلر لإلعابين لمدة 48 ساعة النهاردة الفريق استأنف تدريباته كان من المقرر يعني الانطلاق التدريب في تمام الساعة الأسادسة ولكن نظرا لارتفاع درجة حرارة الجو تم تأخير الانطلاق التدريب لليه الساعة الثامنة خلينا أقول لك وأكد لك من خلال قناة النادي الأهلي جاهزية أحمد عبدالقادر وأحمد نبيل كوكا لمواجهة الترجي اللي تنسي النهاردة خلاص بيشاركوا في التدريبات الجمعية أصبح يعني مشاركتهم في مباراة الترجي أمر يخضع لي الرؤية الفنية لمستر مارسل كولر دي طبعا من الأخبار سعيدة لجمعير النادي الأهلي اللي كنت حابب أبدأ كلامي بها مع حضرتك ومع كل مشاهدين يعني جاهزية الاتنين بيشاركوا في التدريبات الجماعية وإن شاء الله طبعا يكون أضافة كبيرة جدا لفريق النادي الأهلي عايزة أطمنك أيضا على اليوم النهاردة تقدر تقول يا كابتن أسامة داخل جدران البيت الكبير بيت النادي الأهلي في خلية عمل على مدار الـ 24 ساعة النهاردة طبعا كان فيه اجتماع ما بين طبعا المدير التنفيذي للنادي الأهلي الدكتور سعد شالبي الكابتن أمير توفي العميد علاء صلاح المهندس طبعا خالد مرتجي ومسؤولي بعد مسؤولي الكاف للوقوف على كل التفاصيل الخاصة بالتنظيم خلينا أقولك طبعا الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بيتابع بنفسه واقف على كل التفاصيل الخاصة بتنظيم اليوم تنظيم المباراة يعني الثقة الموضوعة من الدولة المصرية في النادي الأهلي وأن النادي الأهلي قادر أنه يخرج بهذا اليوم بالشكل اللي يليق بالدولة المصرية يليق به النادي الأهلي ثقة كبيرة جدا النادي الأهلي دايما في كل المحافل الجميع بيشهب به النادي الأهلي وقدرته على التنظيم خلية عمل كابتن أثامة داخل جدرون النادي الأهلي إن شاء الله المشهد هايلي في المقدمة وفي البداية بالدولة المصرية وهيليك طبعا باسم وقيمة ومكانة للنادي الأهل النهاردة مستر مارسل كولر قبل انطلاق المران خلينا أقولك أن على مدارة 48 ساعة مستر كولر اتفرج على مباراة الترجي أكثر من مرة اتفرج على مباراة العودة ما بين الترجي وما ميل دي سانداينز للوقوف على كل التفاصيل وطريقة اللعب النهاردة عقد محاضرة بالفيديو طبعا مع اللعبين خلاص يعني نقلهم نب جمهور ويصوت الجمهور خلاص اللي بقي على الحلم تسعين دي يعني هنا شوط أول بتسعين دي متبقى تسعين دي محتاجين كفاح مستر كولر النهاردة قال لهم إلعبوا مش عشان نفسوكم وعشان تاريخكم إلعبوا عشان خاطر الجمهور اللي موجود إلعبوا عشان ترسموا الفرحة إلعبوا علشان النادي الكبير اللي انتو موجودين فيه إن شاء الله اللعيبة في كامل تركيزها إن شاء الله يا كابتن أسامة يعني أنا عايز أقولك حالة تفاؤل ولكن بحذر إن شاء الله لسه ما عملناش أي حاجة تسعين دقيقة خمسين خمسين ما بين الأهلي والترجي لكن تركيز لقابة النادي الأهلي إن شاء الله يكون في كامل تركيزهم في هذا اليوم طبعا انطلق المران شق بدني مع تيتسيان إن دويا مخطط أحمال النادي الأهلي ثم انطلق بقى الجوانب الفنية والجوانب الخططية اللي مستر مارسل كولر بيطلبها من لعب النادي الأهلي إن شاء الله في الوقت اللي أنا بكلمك فيه الفريق طبعا بيؤدي تدريباته عايزة أطمنك على أمر تاني طبعا يا كابتن أسامة خاص طبعا به التحضرات أو استقبال فريق الترجي التونسي طبعا الكابتن الخطيب النهاردة كانت توجه لزيارة الكابتن علي معلول وينتمنى له كل الشفاء إن شاء الله وعودته تكون إضافة طبعا للنادي الأهلي هنفتقد في هذه المباراة غدا بإذن الله هيكون وصول النادي الأهلي في تمام الساعة السابعة بتوقيت اللقاهرة كابتن الخطيب بوافد من النادي الأهلي يكون في استقبال بعثة فريق الترجي التونسي اللي هيؤدي تدريب غدا إن شاء الله في التونس ثم يتجي إلى القاهرة من المقرر أن فريق الترجي التونسي هيؤدي تدريبين يا كابتن أسامة وده برضو من قولهم من خلال حضرتك من فراد برضو لنا من خلال قناة النادي الأهلي أول تدريب هيكون على ملعب الدفاع الجو يوم الخنيس ثم يختتم تدريباته يوم الجمعة على ملعب استاد القاهرة اللي هيستضيف أحداث اللقاء النادي الأهلي يعني حالة الترحاب حالة الودع يكون طبعا استقبال فريق الترجي التونسي في صالة كبار الزوار أعتقد النادي الأهلي بيرد لنادي الترجي الاستقبال اللي شفناه ويعني العلاقة الوطيدة اللي بتجمع ما بين النادي الترجي والنادي الأهلي أيضا الكابتن محمود الخطيب والحمدي الموابدب رئيس مجلس إدارة نادي الترجي التونسي كل التوفيق لفريقنا إن شاء الله فيها زي المواجهة ويحقق الحلم إن شاء الله والحفاظ على اللقب الإفريقي تساول أنا موجود معك بنشكرك شكرا جزيلا يا فاروق غطيت وكفيت أتمنى إن شاء الله يوم السبت القادم يعني توفير لعب النادي الأهلي وكمان من الأخبار السعيدة يعني عودة أحمد عبدالقادر وأحمد نبيل كوكا يعني اتنين من العناصر المهمة إن شاء الله عشان تكون كل الأوراق متاحة أمام مستر كولر يوم السبت القادم بنشكرك شكرا جزيلا جلبرتو من الأخبار السعيدة اللي قالها لنا زمننا فاروق عودة أحمد نبيل كوكا الشمال بعد إصابة عالي معلول يعني الحمد للأوراق متاحة للنادي الأهلي بنتكلم على كريم فؤاد بتتكلم على كريم الدبيس بتتكلم على عودة أحمد نبيل كوكا موك نعف المكان ده فإن شاء الله تكون اللاعبين كلهم في جاهزية يعني للمبرار القادمة طبعا من أهم الحاجات اللي قالها زمننا فاروق فكرة عودة أحمد نبيل كوكا أحمد عبدالقادر الحلول احنا محتاجين طبعا وراء زي ما قلنا كده خلصنا تسعين ديئة لكن بقى تسعين ديئة تانية فكرة أن أحمد عبدالقادر الفترة الأخيرة كمان أداؤه في تطور أداؤه مميز جدا بيصنع الفارق لعيب صاحب مهارة فوجوده وعودته من الإصابة في المباراة القادمة أمر مهم جدا يدعم الجبهة اليسرى في الحتة الهجومية مع حسين الشحات اللي أدى مباراة قوية جدا في أمام الترجي في مباراة الزهب خصوصا كمان الشرق الدفاعي عشان يساعد كريم فؤاد بعد إصابة علي معلول أحمد نبيل كوكا الفترة برضو الأخيرة من الركائز في وسط الملعب وأدى مباراة مميزة جدا هو لعيب جوكر بيلعب في وسط الملعب وكمان بداياته لما طلع مع النادي الأهلي لعب كتير في الجانب الأيسر فممكن بالتأكيد يبقى حل فأعتقد لا هي خبر سعيد جدا النهاردة نتمنى من خلال الأيام القادمة كل تدريبات النادي الأهلي يبقى فيها أخبار سعيدة عشان خاطر حلم الثانية عشر وأن الجيل ده أعتقد أنه من حقه وأنه هم لازم يفكروا زي ما يفكروا أنه هم يعملوا تاريخ لناديهم ونفسهم وأنه هم إزاي يسعدوا جمهورهم فكرة أن أغلبهم هيبقى يوصل للبطولة تقريبا الرابعة في تاريخهم مع النادي الأهلي ده والنهاء الخامس على التوالي بزبط في النهاء الخامس على التوالي دي أرقام مميزة جدا هتقترب من الجيل الزهبي كلنا بنفتكروا بأرقامه المميزة خاصة في دوري أبطال أفريقيا فأعتقد هذا الجيل يستحق المكانة دي وجمهور النادي الأهلي كمان يستحق أنه يوم السبت إن شاء الله يفرح فرحة كبيرة خلينا نروح لفاصل سريع وبعد الفاصل عايزة أرجع معك ونتكلم بقى بالتفصيل بالحالات الفنية وكيف سيواجه الترجي النادي الأهلي في ملعب أستاذ القاهرة خلينا نتكلم فني ولكن بعد الفاصل أهلا بحضراتكم من جديد جلبرتو مباراة الزهاب المباراة الأولى نتيجة خادعة تعادل السلبي النتيجة دي بتدي أفضلية للترجي مش النادي الأهلي لأنا بقولي الكلام دي عشان يباحنا عندنا كلعبة النادي الأهلي عاملين حسابنا من دلوقتي وعندنا الحرص بمعنى إيه النادي الأهلي لا بديل عن الفوز في ملعب أستاذ القاهرة لكن الترجي لقدر الله لو تعادل إيجابي أو فوز هو اللي بيفوز بالبطولة ده علشان لعبة النادي الأهلي ويدخل المباراة آه أنا بلعب على ملعابي وسط الجمهوري لكن عندي حرص زي ما أنا بتكلم عن واحدة وجمهية لازم بعندي حرص دفاعي بنسبة مليون في المية أكيد يا كابتن أسامة طبعا زي ما بنقول كده نتيجة صفر صفر دي بتبقى نتيجة كويسة وخطيرة في نفس الوقت يعني من أخطر النتائج الكويسة اللي ممكن تحققها في المباراة اللي هي الزهاب والإياب خصوة أن احنا هنا في قارة أفريقيا لسه بنعتمد فكرة الهدف خارج الأرض في حالة التعادل بهدفين فالأمور طبعا صعبة احنا ممكن وإحنا بنتكلم نستعرض جدول نتائج النادي الأهلي والنادي الترجي في تاريخيا في مصر يعني المباراة اللي لعبوها هنا هنلاقي حاجتين يعني نفس الكلام اللي احنا بنقوله ده نفس الكلام لازم يوصل لجمهور نادي الأهلي ولعبت نادي الأهلي في حال التفاؤل وفي نفس الوقت لازم بقى التفاؤل ده حذر يعني النهاردة احنا بنتكلم ودي تاريخيا من سنة تسعين مواجهة تسعين دي دور السبتاشر على فكرة خلصة صفر صفر والزهاب كان خلص صفر صفر وهنا دي الحتة اللي نقلع منها لانه هنا احنا خسرنا بدرابات الترجيح لكن بعد كده هنا نصف النهائي مساء الفين واحد صفر صفر كانت هنا بس بعد كده احنا القياب تعدلنا واحد واحد بعد كده نكمل تلاتة صفر دي دور مجموعات هنا فده ازهاب نصف نهائي شاركت انا في المباراة دي احرست فيها هدف كان على ما اعتقد في الفين وسبع دي الهدف كان الهدف التالت كان اعتقد صح الورد دي كان في الساد القاهرة ومتذكر انا حتى مانويل جوزي كان المدير الفني وقتها ودخل لنا بعد المباراة وكان مدى وزعلان يعني انت كسبان الترجي وتلاتة لا وثلاث انتصارات على التوالي بعد التدويج بكاس مصر وكان وقتها الهلال واسك لا هو كان مدى وقتها لكنك انت كسبان الترجي تلاتة فتقول انت تقدر تكسبه اربعة وخمسة ليه ما تكسبش اربعة وخمسة بالزماد دي فلسفة جوزي دي فهنا بص احنا بنتكلم عن نتائج هنا ليه نتائج كلها ان النادي الاهلي الحمد لله مخسرش هنا في مصر من الترجي ولكن الترجي في مباريات كثيرة بيقدر يسجل فهنا لازم يبقى فيه حظر الترجي بيعرف يسجل تاريخيا نكمل برضو الجدول هنلاقي الحد المواجهات الاخيرة الحمد لله اغلبة كلها تفوق النادي الاهلي فيه تعادلات حصلت ولكن هنا ما بين ان احنا بزاي منقول كه فيه تفاقل ان النادي الاهلي ما بيخسرش من الترجي في مصر ولكن ناخد بالنا معانا ونالا اه 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 النتائج جاه فيه هو الترجينا مسلا في الفين وسبعتاشر مسجل هدفين في مصر في الفين وطمانتاشر النهائي سجل هدف مباراة ذهاب فالنهاردة والسنوات اللي قبل كانوا فيه اهداف داخل فالنهاردة هو ده اللي بنقول التفاقل بحذر حذر اين دي مباراة نهائية انت خرجت صفر صفر في الذهاب هذا لا يعني انك ضمنت الكأس الترجي ممكن تقول عليه مش فاحسن حالاته ممكن تقول عليه ان هو تطور النسخة دي عن نسخ سابقة ولكن ما وصلش للترجي المرعب اللي كانت النسخة لها تسمع عنه او بتشوفه في السنوات الماضية ولكنه فريق صح التاريخ عنده اربع القاب دوري ابطال افريقيا بيسعى ان هو يعادل نادي الزمالك ونادي مازنبي كثاني اكثر الاندية تتويجا بالبطولة عنده كمان تمرز في النسخة الحالية ان هو بيحاول ازاي يلعب بره ملعبه ده هنقوله في باقي الفقرة فالنهار ده كل ده يخليك ان انت حذر من الحتة دي ان هو بيعرف يسجل في الاهلي بره القايرة اه مش في مباراة كتيرة ولكن حصلت فمن هنا التفاقل والحذر ده اللي احنا دايما عايزين نلعب عليه ودايما جمهور الاهلي ما يصدرش ثقة زيادة للعيبة وفي نفس الوقت ما يصدرش قلق وتوتر واحدة واحدة المباراة ناخدها بتوقيتها ما نضغطش للعيبة الهدف ان شاء الله المبكر تعنادي الاهلي يجي في اي وقت يفتح لنا مجرات الامور شكل التراجي اختلف مع المدرب البرتغالي جاردوزو خارج ملعبه ليه فلسفة خاصة بيلعب دايما عن نواح الدفاعية بيقافل ما بيستعجلش عنده نفس طويل بلغة الكورة انه دايما بيقافل خطوطه كويس وعايز دايما يخطف شكل التراجي بيكون ازاي خارج ملعبه خاصة المباراة القادمة هيكون امام النادي الاهلي خارج ملعبه الفلسفة اللي ممكن يلعب بيها المدرب البرتغالي وعايز استعرض برضو ارقامه خارج ملعبه بيكون الشكل ازاي والارقام بتكون في الاستحواز شكلها ازاي تمام يا كابتون سوف طبعا يعني تأكيدا لكلامك هو الفترة الكاردوزو ميسك التراجي بتقريب مباراة النجم السحلي يعني نكلم في افريقيا مباراة النجم السحلي مباراة النجم السحلي دي كانت مصرية بالنسبة لهم في المجموعات لانهم كانوا دي الجولة الخمسة وهم كانوا راحين بخمس نقطة النهاردة كانت ازمة هو قدر يكسب النجم ثم الهلال وتأهل هنبتدي بقى هنا هنستعرض ارقامه هو لعب مباراة اسك في دور التمانية خارج ملعبه الاياب خارج ملعبه اتعادل صفر صفر وكان متعادل في تونس صفر صفر وهنستعرض ارقام مباراة الساندونز كانت نفس الفكرة وبيلعب الزهاب في تونس يدر يكسب واحد صفر ولعب الاياب في جنوب افريقيا والظروف برضو خدمته في التوئيد بتاع المباراة المباراة كمان توقفت لفترة بسبب الامطار فالظروف برضو خدمته ان هو لعب ساندونز في اجواء ان ساندونز ما بيحبش لعب فيه في شمال افريقيا فهنا هتلاقي برضو تباين لان فيه فرق انا هو مع اسك انا رايح صفر صفر فانا عايزة سجل يعني عايزة سجل بر ارضي لعله عسك اخطف التأهل فتلاقي ان هو مثلا فكرة الاستحواس كان نزمته اكبر لكن مع ساندونز الامور كانت مختلفة وده ممكن يكون الشكل الاقرب لمباراة النادي الاهلي زي ساندونز او الشكل اللي هلعب بي بالزبط كده فكرة بص الاستحواس 28% كتوتا يعني تقريبا التراجي ممسكش كورة سابق كورة خلص تصريحات غضبة من طريقة لعب التراجي المحاولات هنا امام اسك هو عمل اربع محاولات منهم محاولة واحدة صحيحة امام ساندونز عمل ست محاولات منهم تلات محاولات صحيحة نتكلم المحاولات الصحية دي لا بين القائمين والعرضة يعني اشتغل تكون معاولات خطرة لكن برضو من الحاجات المهمة ان هو خارج ملعبه التراجي بيحاول يشوت من برة 18 كتير لما بيتزنقوا دي هم بيلعبوا عليه ولكن ما كانتش برضو بتمثل خطورة كبيرة المحاولات من داخل منطقة الجزاء ثلاثة كان في مبارات ساندونز واحدة بس في مبارات اسك دق نسبة التمرات بص عدد التمرات قليل جدا قليل قليل قدام ساندونز قليل قدام اسك بالزبط انا بقول لحالك الفلسفة فكرة ان هو قدام اسك هو صفر صفر في تونس فانا عايز اجيب جون واستغل ان اسك برضو يعني لسه بيرجع لمكانته تاني فممكن اسك لكن مع ساندونز هو مقدرش يمسك الكرة فالنهاردة واسابلوا الاستحواز ولعب على الغلطة اللي سجل منها الهدف فدي برضو دقة التمرات طبعا التمرات الطولية هم بيلعبوا عليها بشكل كبير هنا 47 تمرية لكن بص بقى نسبتها في مبارات ساندونز كبيرة جدا بيلعبوا كرة طويلة كتير حتى لو دقتها مش كبيرة ولكن ما بيلعبوها كتير بيعتمدوا عليها الكرات العرضية بالتكلم برضو نسبة الكرات العرضية 4 من 2 صحاح من 4 أمام اسك عملوا 16 كرة عرضية منهم 3 بشكل صحيح اعتراض الكرة هنا بقى الحالة الدفاعية هو أمام اسك ما كانش بيدافع كتير فأرقامه شواء هذا رقم كدير لكن هنا قدام ساندونز عشان هو كان بيدافع بشكل أكبر فهنا بص الرقم عامل إزاي اعتراض الكرة أو الانترسابشن زي ما بنقول 18 التدخلات أو التاكلينج اللي عملوه 17 الكرة التانية أو البرريكافر 48 مرة وده برضو رقم كبير الكليرنس أو التشتيت زي ما بنقول كده بلغة الكرة 50 مرة الحارس المميز مميش عمل 6 تصديات نكحة منهم كانوا كرتين خطرين جدا في مباراة كان هو نجم المباراة الأول طبعا هو واحد من أسباب سعوده من المباراة النهائية أسباب سعود الترجي المباراة النهائية تصدى الركلتين جزاء أمام أسك عبيد جان تصدى لكور وفرص محققة أمام ساندونز وعمل تقريبا من التكلم دلوقتي 11 كلين شيت في البطولة أو 10 كلين شيت في البطولة رقم كبير جدا بينافس طبعا عليه معه مصطفى الشوبير ولكن مصطفى الشوبير لعب مباراة أقل كمان منه فدي شكل أو فلسافة ساندونز في المباراة اللي لعب مباراة ملعب إذن النهاردة الترجي هيكون الشكل الأقرب اللي هيواجه ناد لألي هو مباراته أمام ساندونز في ساندونز ده بنسبة كبيرة اللي احنا بنتوقعه إنه هو هيعتمد على فكرة إن أنا يعني فيه توازن دفاع عندي الدفاع بتاعي موجود وحاول ألعب على فكرة المرتدات اللي هي بالمناسبة نجحت في مرة قدام ساندونز أو مرتين لأنه هو سجل هدف في تونس من برضو هجمة بس في تونس كان بيهجم أكتر شوية لكن فيه مباراة اللي في جنوب أفريقيا الأمر كان مختلف تماما لكن هو استغل خطأ وحيد قدر نوة يسجل منه الهدف عايز أخذك لنقطة مهمة جدا حتي تقسيم المباراة شكل المباراة من بدايتها النادي الأهلي يبتدي المباراة بشكل إزاي يعني من اللي احنا معتدينه من كولر لا كولر في المباراة اللي زي دي بتلاقي لازم في أول عشر دقايق هتحس إن فيه ضغط كبير من النادي الأهلي حتى ممكن ناخد مثال أو نموذج مباراة في الدوري الأفريقيا للنادي الأهلي كان متأخر في طول يعني انت عايز البداية تبقى بداية قوية جدا أنا مش عايز أنا بقول ده الشكل الأقرب للنادي الأهلي مع دفع الجمهور مع تشجيع الجمهور مع اللعيبة أنزل أبدأ ضغط الحناس بيبقى واخد برضو اللعيبة مع الجمهور التشجيع الأجواء دي كلها أكيد اللعيبة هتبقى دخلة بتلعب بشكل ضغط أكبر أنا بقول نفس المثال بتاع موراة سانداونس في الدوري الأفريقي اللي احنا لعدناها هنا كان برضو أول عشر دقائق أو ربع ساعة النادي الأهلي ضغط مكسف ركل الجزاء يعني طبعا دي حاجة بقى ما نتمنهاش ركل الجزاء كانت ضاعت فرصة الكهرباء في العرضة فدي لأ نتمنى إن أول ربع ساعة النادي الأهلي هنا في القاهرة يقدر يسجل فيها لأن دي هتفرق برضو إن ممكن تخلي الترجي شوية يبتدي يفكر بشكل مختلف فيما يتبقى من المباراة لأن زي ما حالك قلت كده الترجي محتاج هدف يعني الترجي محتاج هدف يقفل به المباراة أو يعمل لك به مشكلة لكن النادي الأهلي محتاج هدف وعزز بهدف تاني بالضبط النادي الأهلي محتاج هدف ويأمن نفسه فأعتقد إن فلسفة النادي الأهلي ممكن يبقى فيه ضغط مبكر على أمل إن شاء الله يبقى فيه هدف مبكر بإذن الله بعد كده هيبقى تقسيم بورا زي ما محتاجين مع كولاريا النقطة التانية النقطة المهمة وانت بتقول لي النهاردة الترجي الأقرب لأنه هلعب زي ساندونز النواحة الدفاعية والوقفة الدفاعية زي ما احنا شفنا ناس هتكون مكلفة بنواحة الهجومية أكيد فيه ناس وانت بتهاجم فيه ناس مكلفة بالوقفة الدفاعية وبنواحة الدفاعية وبالتمركز الصحيح شكل النادي الأهلي يكون إزاي في الوقفة الدفاعية في الوقت ده يعني أكيد النهاردة يعني أنا ناخد مباراة برضو الترجي تاعت الزهاب للأمانة بارس الكولر قدار المباراة بشكل مميز يمكن اللعيبة بس شوية أو حصل شوية تواهان في الفترة بعد إصابة علي معلول ودي خطة طبيعية لأن الأمور اتغيرت كريم فؤاد نزل الأمور شوية اتغيرت وكان فيه تنشانة خفيفة ولكن بعد كده النادي الأهلي تقريبا شوفنام سيطر لعب لعب المعتاد يعني هو اللي فرض اسلوبه الترجي خرج أوتف دا جيم لعيبة الترجي كلها كل واحد يمكن في ناحية ينساس معزول رودريجو معزول حسام طوقة ده من أفضل اللعيبة يعني كي بلاير عند الترجي في حتة أنه بيمسك الكورة ويقف على الكورة ويعمل لهم تمريرات مفتاحية فكل دول النادي الأهلي قدر نهوي يخرجهم من المباراة ولكن عشان النادي الأهلي كان مهتم شوية بالناحية الدفاعية تحاولات الهجومية ما كانتش أفضل حاجة لكن هنا العكس أعتقد أن النادي الأهلي محتاج أن بس الرباعي الدفاعي يكون في قيمة تركيز ومع أكرم توفيق لو هو اللي هيبتدي في مركز الديفندر أو مركز ستة زي ما بيقول كده دلوقتي أن بس يبقى فيه الكورة التانية بتاعتك أنت بتاعتهم هم أن أنت إزاي تقطع كرة من غير فولات لأن التراجي متمرس جدا في فكرة الكورة السابتة سواء في الدوري المحلي أو حتى يمكن في مباراة النادي الأهلي في كرة سابتة وحيدة لعبوها كانت شكلت نسبة خطورة لكن بعد كان نادي الأهلي أهلي وما تديهمش مساحة برضو لفكرة اللعب الكورات العرضية لأن هم برضو هنشوف هنا يعني ممكن نجيب الخريطة الحرارية للمباراتين اللي لعبوهم في القياب قدام أسك وحتى قدام سانداونز هم أغلب لعبوهم بيبقى على الأطراف آه طبعا بيلعبهم العمق ويعني بس بروح على الأطراف على شال الكورات العرضية بذبطوا عشان حتى هم اللعباء يعني دي أعتقد دي الخريطة بتاعت مباراة أسك بص اتجاه الأسهم هتلاقيه من أكتر ناحية لمين ونحية الشمال وخاصة من ناحية بن حميدة اللي نحية الشمال يعني هو جاي بكرا إن شاء الله مع فريط هو في تقارير بتقول نهو كويس نحن نحن نحترم كل الفريط ولو هو ملعبش برضو من لعبة المميزة عندهم فممكن يعني بس طبعا نتمناش أي شر لأي حد ولكن نحن منقول أنه دي بنفس التقارير عندهم هنا دي الخريطة بقى بتاعت في توزيعة إن هما بيحاولوا بس طبعا ماتش سانداونز هتلاقي الهيتماب كلها ناحية الترجي لأن طبعا الهجوم كان أكتر على الترجي ولكن هما برضو متمرسين في فكرة العرضيات فأعتقد وقفتنا الدفاعية اللي أية بتاعتنا لازم بس تمنحهم من فكرة أنه تديهم فاولات في منطقة حساسة وفي نفس الوقت ما تخليهمش يلعبوا الكرات العرضية بالشكل للأمسل التشكيل المتوقع دي بعض الحالات اللي عندنا دي الحالات الدفاعية الحالات بتاعتهم كابتن أسامة وبرضو وقفتهم الدفاعية رغم أن هما فريق مع الرجل ما استقبلوا خلينا نشوف لقطة زي دي ونعد لعب الترجي في لقطة زي دي واحد اثنين تلات اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر العشر لعبين كلهم في مساحة ديقة وده من التمنتاشر بتاعهم بتكلم في مساحة تكلم عشرة متر أو عشرين متر بس بص بقى كابتن أسامة كمان رغم الوقفة دي التكابتل ده الهجمة دي كانت هجمة خطيرة ليه بقى؟ لأن بص حتى وقفتهم هما ساعات لما بيقفوا هتلاقي الأمور مش أفضل حاجة نهو أنا وقف لكن النهاردة رجل لعب الباصة هو السورة اللي بعدها هتلاقي بص رجل سبعة وعشرين ده بيلعب الكرة خلي بالك كمان تمركز لناحية اليمين هنا بص فتح الملعب لو 11 هنا في سانداونز قطع في المساحة دي هتلاقي فيه مساحات طبعا هيا عشي كابولك بص فيه واحد هناك الطرف بتاع سانداونز موجود هنا فيه مساحة كبيرة أصلا اللي هياخد الكرة دي لعيب سانداونز اللي متمركز ما بين الاتنين مساكين تقريبا دول تعتراجي تجاي ومريح يعني أنت بتتكلم النهاردة مع التكتر الدفاع اللي في العمق لازم الأطراف عندك تشتغل إنها حل هجومي مهم جدا لازم تسحبهم والإنت لما بتعهي بص دي أجمع راحت خطرة وبكيتش أوف صايد بالمناسبة وفقا للملخص هنا برضو دي وقفة تانية هم وقفين هو بس برضو مع الوقفة دي الراجل ده لما كمل بص فيه لعيبة كانت يعني نرجع بس الفريم اللي قبله بص هنا لعيبة التراجي وقفة بص الراجل ده كمل وشاط بالمناسبة والكرة دي تقريبا خبطت في العرضة أو في العرضة مش في القائل فالنهاردة ده معناه إن ده حل كمان عند النادي الآن هم لما بيتكتل وصعب بيتكتل ووقفين بس يعني هم ووقفين ما بيعملوش حاجة فدي فرصة إن انت النادي الآن لتقدر بالسرعات اللي عندك تقدر بتمركزات اللعيبة اللي عندك قدام عين كان مين اللي هي تقدي وبالتزديد وبالتزديد شفنا في المباراة الأولى شفنا حسين الشحات شفنا إمام عشور شفنا مروان عطية سدد فالتزديد حال من الحل الهجومية فالنهاردة كل دي يوقفة قدفعية موقفين ولكن الوقفة دي فيها برضو مشكلة بالنسبة للتراجي نكمل برضو هنا دي حالة تانية بص هنا كابتن أسامة هم حتى وقفين دي الراجل بتاع سانداونز قادر يهرب في راجل تاني هو ممكن يستلم الكرة وهنا الراجل ده شاط الكرة عمل تزديدة ولكن برضو يعني احنا هنا بنبين وقفاتهم الدفاعية وتمركزاتهم الدفاعية وفي نفس الوقت هي فيها مشاكل رغم أن هم رقميا المدفعين سواء مرياح أو تجاي من أفضل المدفعين والمساكين في البطولة رقميا وعملين أداء مميز ولكن عندهم أخطاء اللي احنا نقدر نستغلها هنا دي الحتة الهجومية ويواخدين من سانداونز الفكرة ان هو هنا لأن سانداونز بيضغط بيحاول يلعب يعني انها دي الأهل ممكن يلعب بنفس الطريقة بتاعت الدغط هنا هم بذمريرة واحدة قدر يدرب دفاع سانداونز وراح هو الراجل البرازيلي ينساس ده أعتقد بردو مجم رودريجو وراح راجل انفراد وسجل الهدف دي فكرة هم اطلحهم بالكرة في الحتة دي في نص الملعب بيقدروا عندهم لعبة بيمرروا بشكل جيد يقدروا يطلع بيها هنا دي كرة كانت عالية ملعوبة من الحارس الراجل هو طلع وخد الكرة وتردد بص هتلاقي تمركز لعيبة سانداونز سيء الراجل هنا قطع الكرة ده الراجل ده رح حط جات هدف دي فدي هدف ودي الفرصة اللي هي الفرصة الوحيدة الخطرة ليهم امام سانداونز قدروا يستغلوها فأنا زي ما بنقول كده التفاؤل والحذر انت تقدر ان انت تهاجم وتساجل في الترجل ولكن في نفس الوقت تاخد بالك انهم من نص فرصة بيعرفوا يسجلوا وهي دي مسيرتهم حتى في البطولة ما مسجلوش اهداف كتير ولكن هم ما استقبلوش اهداف خلي بالك البطولات دايما بتبدأ من النواحة دفاعية بش نواحة لجميل فريق البطل خلي بالك لو كلمنا عن نادي الاهلي ودفاعاته برضو بيحقق ارقام مميزة جدا هو الافضل في المطولة احنا هنا بنتكلم اكتر عن الترجل طبعا فبنوضح للناس لا النادي الاهلي احنا هنا زي بنوضح لناس ايه فكر يعني الامور مش صعبة وفي نفس الوقت اخب بالك عشان الناس ما تتطمنش بزياد طيب خلينا نروح للتشكيل المتوقع والاقرب اللي ممكن يبدأ مباراة الترجل من فريق الترجل يعني مباراة الاهلي والترجل ده التشكيل اللي انت برضو يعني من وجهة نظرك اه يعني ده ده خلي بالك كابتن اسامة الفرقة دي يعني لعبه بنفس التشكيل مباراة الاهلي لعبه بنفس التشكيل طالما اللعبة جاهزة اه هو ده الشكل ما بيغيرش الرجل ما بيغيرش ومعظمهم دور رايح في مباراة الكاس سواء عشان اللايحة عندهم او لامور اخرى وبرضو في بعض المباراة في تونس رايحهم طبعا مميش الحارس لا خلاف عليه بن علي بن علي باكرايت باكرايت ياسين مرياح وتجاي كقلبي دفاع وهنا بن حميدة لو هو سليم لو هو جاهز لو هو مسليم ما نقدرش نقول مين اللي ممكن ياخد مكانه لانه ممكن برضو يوفق اوضاع زي ما احنا كده مارسل كولر استخدم كريم فؤاد ممكن يستخدم كوكا دبيس فهنشوف برضو لكن هو من الاوراق الربحة جدا عندهم طبعا روجي اهولو اللاعب الديفندر نفتاحهم المميز جدا وغيلاني شعلالي في الوسط طبعا حسام طقا وحسام الدين غشا وينساس وفي الهجوم رودريجو طبعا الشكل ده قدام النادي ده كده ده الشكل بس الرسمة لكن الشكل ده لكن الشكل ده اعتقد هيبقى دفاعي اكتر لما يلعبوا قدام النادي الاهلي بنسبة كبيرة نسبة 5% هو ده الشكل اللي التراجي ممكن يلعبه قدام النادي الاهلي اخيرا يا كابتن ايمان قبل ما نفصل رسالة منك وكلمة اخيرة لجماهير النادي الاهلي اللي هتكون متواجدة ان شاء الله في السادة القاهرة يوم السادة القاتل يعني طبعا نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي جمهور طبعا عليه اكيد عامل كبير جدا في فكرة المؤذرة والتشجيع امتى تشجع وامتى تغني لازم دي تبقى وصلة للجمهور ان فيه وقت ان انت مش لازم تغني لازم تدفع الفريق تاعتك تضغط على النافس بتاعك وفيه وقت تتغني فيه طبعا الدخول الناس تبقى برضو في توقيتات مبكرة تاخد بالا ان مباراة السابت الجاي هيبقى فيها تشديد اكبر وتركيز اكبر لان زي ما زميلة فريق تكلم وحضرتك وعلى مدارة قناة النهاردة نتكلف في فكرة الاجتماعات موجودة والكاف بشدد على تعليمات كتيرة جدا واشتراطات وامور لازم الناس تاخد بالها منها عشان خاطر عايزين الشكل يطلع في افضل حال نتمنى في النهاية ان نادي الاهلي هو اللي يكون بطل افريقيا ونشوفه في ونشوفه كده كده ان شاء الله نشوفه في امريكا لكن اللقب الاثناشر ده مهم ان شاء الله عشان في ناس تعتروج يا كابتن اسامة قبل ما نختل الناس تعتروج اصلا النادي الاهلي معتدع البطولات الناس ما بتفرح لها الناس ده اللي بيحترم اي منافس ملعب قدام وعشان كده من هنا بتيجي البطولة شرفتنا ونورتنا سيد ايمان شكرا كابتن اسامة واستمتعنا بتحليلك وتفصيل محلل لفريق الترج شكرا كابتن اسامة وبالتوفيق ان شاء الله النادي الاهلي ونحتفل كلنا باذن الله الاسبوع الجاه باشكر حضراتكم شكرا جزيلا باشكر ضيفي يعني يستاذ ايمان جلبرتو يعني تحليل شامل عن فريق الترج وكيف سيواجه النادي الاهلي يوم 25 يعني ثقتنا كبيرة باذن الله في لعب النادي الاهلي هذا الجيل العظيم اللي قدر يكتب اسمه في تاريخ النادي الاهلي وكمان يعني كلنا ثقة في جمهور النادي الاهلي في المباراة انه هيكون داعم ومساند ان شاء الله من اول ديئة لاخر ديئة لفريقه للنادي الاهلي ويكون دايما يعني جمهور النادي الاهلي هو اللاعب رقم واحد باشكر حضراتكم شكرا جزيلا كده انتهت حلقتنا سلام